السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الزهرة لبرج الحوت يوم الاثنين طبعا يوم الاثنين 11-3 الساعة 49 دقيقة مساء بينتقل كوكب الزهرة من برج الدلو لبرج الحوت ورح يظل بحركة أمامية حتى فجر يوم الجمعة 5-4 الساعة أقريبا نقدر نقول 3-49 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج خلال الفترة المذكورة طبعا رح يطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج الحوت ورح يشعر بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج المائية الأخرى زي السرطان أقرب وأيضا الأبراج الترابية لهم الثور والعذراء والجدي وكل شخص لمن ولد كان موجود عنده الزهرة موجود في برج الحوت لأنه هو رح يكون متنفس عالي جدا بالنسبة لكوكب الزهرة بالنسبة لكوكب الزهرة طبعا مثل ما دائما بنحكي هو يعتبر السعد الأصغر لأنه المشتري هو السعد الأكبر ولكن المشتري بسبب حركة البطيئة أنه ما بنشعر بالإيجابية أو بالسعادة اللي بيمنحنا إياها إلا بعد وقت من الزمن بعد ما يمر عليه شهرين ثلاثة ممكن عام أو عامين لننتبه أنه إحنا صار معنا إيش سعيد في هاي الفترة اللي مكت فيها في برجنا أو في برج حليف لإلنا ولكن الزهرة لأنه كوكب سريع فعشان هيك منشعر بالإيجابية اللي بيعطينا إياها أو السلبي اللي بيعطينا إياها على حسب ساعاته ونحوسته طبعا هاي بتعتمد على الزوايا اللي بيحدد بالفترة القادمة كيف رح يكون ومنشعر بآثارها بسرعة عالية جدا في حال إنه كان إيجابي فهو بيعطينا للعاطفة بعزز العاطفة عنا بعزز الحب عنا بعزز الانسجام عنا وأيضا بعطينا فرص مالية بزيد من جاذبيتنا بعطي قدرة على التفاهم والميول الفنية أما بالنسبة لسلبياته فهو بزيد من الغيرة لما بكون منتحس والعنادة بشكل كبير وهاي بتسبب فراق أو انتهاء علاقات فعشان هيك منعتمد على الزوايا عشان نعرف إنه هل رح يكون سعيد ولا رح يكون منتحس طبعا الشخص اللي بيكون مولود وعنده كوكب الزهرة موجود في برجه هذولا أشخاص حالمين احنا بنسميهم بيتميزوا بقوة الرومانسية والعاطفة وأيضا بيحبوا بأسرع من الخيال لأنهم يعشقوا شيء اسمه حب هم محبين بطبيعتهم بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عشان نحدد سعادة ونحوسة الزهرة أول زاوية رح تكون عندنا يوم الخميس واحد وعشرين ثلاث وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل وهي زاوية خطيرة جدا لازم تكونوا منتبهين منها قبلها بخمس أيام وبعدها بخمس أيام يعني لغاية ستة وعشرين ثلاثة تأثيراتها لأنه بسبب هذه الزاوية تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بتزيد من غيرتنا وحظنا للتملك ومنها للاكتئاب ونزاعات مع محيطنا على المستوى الدولي أو العام فهي بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي منتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناع الحرفية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذه القطاعات وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية أو البنوك حتى بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعانوا حتى المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبتزيد من التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الأحد 24-3 وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهر وبين المشتري طبعا هي زاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وبتسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كمانها بتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات اللي تتعلق بالفن والديكور تجميل أشياء من هذا القبيل وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة وبتنحق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لأمور تتعلق بخطبة أو زواج طبعاً دولياً بتدل على أرباح وموارد مالية مهمة بتحققها المؤسسات المالية والبنوك في البلاد واستثمار الأموال غالباً بيكون في المشاريع الترفيهية والسياحية وهي فترة مناسبة لعقد معاهدات السلام وتوقيع الاتفاقيات التجارية خصوصاً في الدول الأجنبية أو مع الدول الأجنبية وبتدل كذلك على حسن أوضاع القضاء أو رجال الدين والمشتغلين بالسلطة التشريعية والقضائية والميدان الفني وعلى الساحة الفنية هي فترة مناسبة لطرح الانتاجات الجديدة للسوق وغالباً بتكون انتاجات ذات ذوق ومستوى رفيع وبتلاقي استحسان للجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الخميس ثمانية وعشرين ثلاث زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس بتتهيئ الفرصة لبدء علاقة غرامية بصورة مفاجئة يعني بتهيئ علاقات جديدة في حياة بعض الأشخاص بتدخل بصورة مفاجئة جداً ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا سعادي غير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة العفوية كما أنها بتشجع على الحب من أول نظرة بتدل على ميل الناس أكثر للتحرر والتعبير عن عواطفهم أكثر وبتشهد هذه الفترة زيادة في الرحلات الجوية لحضور الحفلات والسهرات الفنية كمانها بتزيد من عدد المؤسسات الفنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع والأعمال الفنية اللي يعني ممكن تحقق نجاح في هاي الفترة هي الأعمال التجديدية والإبداعية والأنماط الجديدة والعصرية من الموسيقى اللي بتستخدم تقنيات متقدمة أكثر من الأعمال التقليدية والكلاسيكية وبعض الإنتاجات الفنية بتحقق نجاح غير متوقع وبيظهر للسحل الفنية نجوم جدد لكنها سرعان ما بتتراجع شهرتهم والمؤسسات المالية والبنكية أيضا لتعرف ارتفاع مفاجئ في المدخيل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية يوم الأربعاء ثلاثة أربعة زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين نبتون بتضفي علينا نوع من أنواع الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلب لنا سعادة عاطفية وفنية كبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بتدل على تحسن أوضاع العاملين بالصيد البحري والصناعات الطبية والصيدلة وتكرير النفط والميدان الفني وخصوصا الفن السابع وبتعرف الموسيقى خصوصا الروحية الموسيقى الصوفية أو المتصوفة أو الطاقة أو الأشياء اللي زي هيك انتاجات عالية جدا هاي نجاحات عالية والانتاجات الفنية اللي ابتعنا بالعقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية نجاح كبير ممكن يتم الإعلان عنها في هاي الفترة واضح ان الفترة المقبلة من ناحية عاطفية ستكون ممتازة أكثر بكثير من الفترة الماضية لأن كوكب الزهرة في برج الدلو أو في الجدي أو في القوس ما بيتهيأ له الجو القوي أو طاقته العالي فعشان هيك ما منشعر بالإيجابيات الكاملة لإلو خصوصا لما بتواجد في هاي الأبراج الثلاثة ولكن دخوله للحوت أو الحمل أو الثور طبعا الطاقته بتكون أعلى وبعطينا إيجابيات أعلى والآن بدأت مرحلة جديدة لإلو فان شاء الله انها بتعود على الجميع بالخير والنفع طيب خلينا نشوف أول إشي إيش التأثيرات الآن رح تكون على جميع الأبراج بالفترة القادمة وأهم ما يميز كل برج فعشان هيك بتسمعه برجك بتسمع طالعك اللي بيقولي الباطني ولا الظاهري ولا الزهري ولا القمري اسمع اللي بدك إياه اللي بنطبق عليك خذ فيه يعني ما رح نقعد نشرح إحنا ونقول هذا آه وهذا لا فاسمع أهم إشي برجك وطالعك وبعدين بتحدد إيش الأقوى لا إلك برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هو رح يعطيك فرصة هو بيت متعبك ولكنه لا بد إلا أنه يعطيك بعض الإيجابية فالفرصة رح تتركز على المؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة زي المستشفيات الممرضين مثلا يشتغلوا أو الأطباء بيشتغلوا بمستشفيات كبيرة أو بيتعاقدوا مع شاب مؤسسات خارجية دولية أيضا العمل مع شركات كبيرة مطاعم فنادق أو برضو بتميلوا لمساعدة الآخرين بالفترة القادمة وبتدعمكم بشكل قوي وبتخفف من الضغوطات عليكم شوي وخصوصا أنه الشمس ما زالت موجودة في بيت متعبكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا موليد برج الثور بينشطوا اجتماعيا بينشطوا بعلاقاتهم بمعارفهم صداقات جديدة بيطوروا علاقة صداقة ممكن يصير ارتباط لبعض موليد برج الثور من خلال مناسبة اللي هو الزواج التقليدي أو يتعرف شخص على حبيبته من خلال عرص طرح أشياء من هذا القبيل وأيضا مشاريعك بتتحقق بمساعدة أصدقائك أو أشخاص ذوي نفوذ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بعطيكم فرصة للتقدم في العمل أو الترقي في العمل أو منصب جديد وأيضا بعطي فرصة لأشخاص بيبحثوا عن عمل إنهم يجدوا عمل جديد اللي بيسعى لتحسين وضعه في عمله يبذل كل جهده بالفترة هاي لأنه الترقيات بتكون عالية لموليد الجوزاء أو تثبيتهم في أعمالهم أو تعزيز العلاقات مع المسؤولين يعني بتعرف فترة من التفاؤل والنجاح وهذه فترة مناسبة أيضا للزواج من وسط طراقي أو يعني اللي هو الأكثر رقيه برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا النشاط والعلاقات والمعارف رح تكون من خلال الاتصالات البعيدة أو التواصل مع الأجانب أو السفر أو الدراسة الأكاديمية والمواضيع القضائية الفترة هاي النجاحات كلها رح تكون على هذا المستوى حتى الارتباط ممكن يكون بأجانب أو من أجانب وبيكون سلوكك جيد وبتحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات وأيضا الاستفادة من التجارة وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التعليم الجامعي أو بالاستيراد والتصدير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً رح يتركز على الأموال المشتركة الفترة القادمة فممكن يجيك مال من تركة أو من تعويض أو من شراكة أو حتى تنهي مسائل مالية كانت معقدة تتعلق بالضريبة أو مع شركات التأمين بتستفيد من مكاسب عن طريق زواج أو عن شراكة أو هبات أو دعم أو ممكن تنهي مسألة مالية كانت معقدة بالفترة الماضية وخصوصاً الأزمات اللي تتعلق بالديون أو القروض أيضاً برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً هنا تواجد الزهرة في بيت الشراكة فهو بعطي قدرة على تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية أو تحسين العلاقة مع الشراكة أو المصالحات أو الزواج حتى وهي فترة ممتازة جداً للزواج وعقد الشراكة والشراكات عادةً بتكون منتجة لما بيكون الزهرة في بيت شراكتك وممكن تصفي خلافات بشكل ودي أو تنحسم قضية لصالحك برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان فهي فرصة بتجيكم للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وأيضاً ممكن ترقي في مكان عملكم أو تحصل منصب أو ترفيع مثلاً أو تعزز العلاقة مع الزملاء وبيكون في نوع من أنواع الانسجام مع رفاقك في الوسط المهني بتتمتعوا بصحة جيدة لأشخاص اللي بيعانوا من مرض أو تعب صحي بالفترة الماضية الآن بيبدأوا أو بتماثلوا للشفاء أو بتتحسن صحتهم أكثر وممكن يجدوا العلاج لشيء أو تشخيص علاج لمرضهم اللي كان صعب أنه يتشخص بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بما أنه رح يتواجد في البيت الخامس لإلكم معناته هنا بعطي حظ في العاطفة في المال بالأمور الترفيهية بالتجميل الاهتمام بالتجميل وأيضاً بعطي فرصة للنساء للدخول في الحمل اللي بيرغبوا بالحمل أو عندهم مشاكل كانت بالفترة الماضية للحمل والإنجاب الآن بيقدروا يجهزوا الخطة العلاجية مع الطبيب اللي يكون فترة العلاج اللي هي فترة وجود الزهرة في الحوت فهي فترة مناسبة لطفل الأنابيب أو التلقيح أو الأشياء هاي وهي برضو فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية والعشق والحب أيضاً برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً رح يكون التركيز على الأمور اللي تتعلق بالسكن والعقارات والعلاقات العائلية فعشان هيك الفائدة رح تكون من هاي الأمور بالفترة القادمة وبتكون الحياة في المنزل أكثر هدوء من الفترة الماضية بيكون فيها كثير من المتعة أو الأفراح أو المناسبات وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة وخصوصاً للأشخاص اللي بيمتلكوا عقارات أو بيشتغلوا في مجال العقارات وهي فترة ممتازة أيضاً لإدخال للتحسين على السكن أو ديكور أو أثاث جديد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بعطي نجاح في الدراسة بالسفر بالاتصالات فيما يتعلق بالسيارات الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التصميم أو الـ Graphic Design مثلاً أو التصميم الداخلي أو الأمور التي تتطلب عملية الإقناع بتكون مرح جداً بالفترة القادمة محبوب من الجميع بتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب مع الإخوة يعني فترة ممتازة حتى على المستوى العاطفي واللي بيشتغلوا في مجال التجارة أيضاً بيستفيدوا كثير وخصوصاً التجارة اللي تتعلق بالأمور التجميلية أو اللباس مثلاً النوفتي والألبسة والأشياء اللي زي هيك يعني برضو بيستفيدوا برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعاً بعطي مكاسب مالية أغلب هاي المكاسب ابتيجي من عمل إضافي مستردات تهبات دعم برضو ممكن تنهي أزمة مالية كانت مأرقيتك بالفترة الماضية وهي فترة مناسبة لنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة جداً بالنسبة لألك وفي بعض الأشخاص ممكن يحالفهم الحظ في بعض المكاسب اللي ابتيجي مفاجئة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً هنا بما أنه رح يكون الزهرة موجودة عندكم فتشعروا بتحسن بيطرق على مظهركم الخارجي وحتى على نفسيتكم أكثر وبتزيد عندكم قوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر لإلكم بتزيد لطافتكم ورقتكم وقيمتكم الإجتماعية أكثر فأكثر عشان ما يجيوا حد من برج الحوت سيقول لا إحنا رقيقين ولطفين لا أكثر فأكثر يعني بتزيد كمان بالزيادة يعني بتحملونا جميلة أكثر برقتكم أكثر وهاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية وممكن كثير من موليد برج الحوت يبدأوا مرحلة عاطفية جديدة أو حتى تتكلل عاطفتهم أو حبهم لإيجاد الشخص المطلوب أو المنشود فارس الأحلام اللي بدو يجي على الحمار الأبيض ويكون هو الزوج المستقبلي إن شاء الله ربنا يعطيكم الخير والسعادة وتكون بداية مرحلة جديدة لإلكم ويعني تنسوناش من الدعاء هيك من كون انتهينا من حلقتنا للأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء